بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الاسبوع وبالتأكيد هيكون عندنا كلام كتير جدا ومهم جدا على مباراة الاهلي والبرمز اللي هتقام باذن الله بعد 48 ساعة المباراة تحدد اقامتها يوم الجمعة الساعة 9 مساء باذن الله على استاد القاهرة الا الدولي مباراة هامة جدا مباراة صعبة جدا مباراة قد تكون حاسمة في شكل المنافسة على بطولة الدوري رغم عدد المباراة الكثيرة المتبقية خلال المرحلة القادمة الحالة النهاردة كمان فيها تفاصيل مهمة جدا متعلقة من طاقم تحكيم مباراة الاهلي والبرمز هل اتحاد القرص تقرر بشكل رسمي على حكام هذه المباراة هل هناك استقرار وهل هناك رد رسمي من احد الاتحادات الاوروبية لادارة هذا اللقاء كواليس والتفاصيل هتسمعوها بعد شوية من خلال برنامج التريند كمان الاتحاد الافريقي اعلن منذ قليل تأكيدا لما اعلننا بالامس بشأن موعد واجراءات سحب قرعة الادوار التمهيدية لمسابقتين دور الابطال وكأس الكون فيدرالية نهاردة عندنا تفاصيل عديدة وتأكيدا لكل الاخبار اللي نشرها واعلنها بالامس حاجة كمان مهمة جدا للمنتخب الولمبي وازمة السفر الى فرنسا لخدمة اسقر اعداد في مدينة بوردو قبل المشاركة في الالعاب الولمبية اكيد فيه ازمة حاليا للاتحاد المصري اعلى من خلال حساباته الرسمية اخر التطورات بشأن سفر منتخبنا الولمبي حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة ربنا يقدرنا بس نعرض كل هذي التفاصيل من خلال وقت الحلقة لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز اسأل حضراتكم من اللاعب اللي تتوقع تقلقه في مباراة الاهل وبيرامدز وعايز اسألكم كمان على توقعاتكم لنتيجة اللقاء اللي هيتلاقب بإذن الله يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال والتوقعات اللعب اللي هيتقلق ونتيجة اللقاء من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على سؤال حلقة النهاردة من برنامج التريند لكن نروح دلوقتي لأهم العنوين البداية في التريند الأهلي الفريق يستاني في تدريباته استعدادا لمواجهة بيرامدز وفي التريند المحلي تأخر الصفر بأسة المنتخب الأولمبي إلى فرنسا بسبب التأشيرات وفي التريند العالمي هولندا تواجه إنجلترا على التأهل لنهاء اليورو مبرح بالتأكيد تابعنا مباراة فرنسا وأسبانيا والنتيجة اللي نجحت فيها أسبانيا للتأهل للنهائي بعد الفوز على فرنسا 2-1 النهاردة الطرف الثاني ممكن يكون الطواحين الهولندية أم الإنجليز يعني اللي أنشأوا وصنعوا اللعبة بإذن الله ممكن هنشوف ده النهاردة الساعة 10 النهاردة اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي ما بين هولندا وإنجلترا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة كوبا أمريكا واللقاء الثاني في الدور نصف النهائي في الساعة الثالثة من صباح الغد الخميس فجر الخميس أوروكوي هتلعب مع كولومبيا عشان يواجه الأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا دي أبرز مباراة اليوم هولندا وإنجلترا وأوروكوي وكولومبيا نخرج إلى فاصل تبتكلم على منافسة قوية جدا ما بين فرقتين داخلين بشكل قوي جدا على منافسة الدوري في آخر يعني الجزء المتوقع من النهاية المسابقة بيرامدز متبقيله حوالي سبعة مباراة في الدوري والأهلي بقيله بالضبط حوالي 11 مباراة فيه أربع مباراة فارق طبعا بيرامدز لعب أكتر من الأهلي فالأهلي متأخر عن بيرامدز بأربع مباراة ولكن لما تبص على ترتيب المباراة تقدر تقول ماتش الأهلي وبيرامدز يوم 12 سبعة ويوم 22 سبعة هما الفيصل بنسبة قطة تخطة الستين سبعين في المية تبقى لنتاج المباراتين على شكل المنافسة على الدوري بمعنى لو الأهلي تعادل المباراتين مع بيرامدز أو لو كسب المباراتين مع بيرامدز الدوري تحسم وخلص لو الأهلي قصد سوري لو الأهلي كسب المباراتين على بيرامدز الدوري تحسم وخلص من 22 سبعة ولكن لو الأهلي يتعادل مع بيرامدز بيرامدز هيستنى كل مباراة الأهلي المتبقية لأنه وقتها الفارق هيكون لسا في صالح الأهلي وفي نفس الوقت المباراة المتبقية للأهلي أكتر من بيرامدز فنتيجة بطش 12 و22 مش 12 بس المباراتين مع بعض هيفصلوا في شكل المنافسة على بطولة الدور العام الأمور حتى الآن ماشى بشكل كويس جدا وإيجابي جدا للنادي الأهل بمعنى أن النادي الأهل بإذن الله فرق النقاط ما بينهم بالبيرامدز لو كسب المبارات المؤجلة هيخطي بيرامدز ولكن طبعا مش هيلعب المبارات المؤجلة إلا بعد ما يخلص مباراتين بيرامدز وبالتالي هتبقى العملية حزبة رقمية لسه هنشوفها الفترة اللي جاي طيب أروح بقى لتفصيلة تانية مهمة جدا ونكون شايفين على الشاشة خبر هعلنه لحضراتكم دلوقتي وهو متعلق بطاقم تحكيم مبارات الأهل وبيرامدز اللي هتتلعب يوم الجمعة بعد بقر طاقم تحكيم أسباني ده خبر خاص وانفراد لبرنامج التريند من خلال مصادرنا وحاولنا نعمل تلفونات كتير عشان نعرف نوصل لأسماء الحكام خلال الحلقة أول ما يوصل للأسماء بالكامل هنعلننا لحضراتكم ولكن تأكدت بنسبة 100% من مصادر رسمية داخل اتحاد الكورة إن طاقم تحكيم مبارات الأهل وبيرامدز هيكون طاقم تحكيم أسباني لإدارة اللقاء يوم الجمعة اللي جاية طبعا الناس بتقول لي طاقم أسباني هو لسه الطاقم اللي كان بيدير اللي كان هيدير مبارات الأهل والزمالك هو اللي موجود في القاهرة فهيدير المباراة؟ لا تأكدت برضو وسألت لما عرفت أنه طاقم أسباني هالنفس الطاقم؟ قالوا لا ده طاقم تاني الاتحاد الأسباني قد موافقة على إدارة هذا الطاقم لمباراة يوم الجمعة ما بين الأهل وبيرامدز وعلى مدار الحلقة قبل نهايتها بإذن الله على 6 إلى 10 كده لو جاء لأسماء الطاقم بحكام المباراة بحكام الفار هنعلنهم من خلال برنامج الترند ولكن خبر مهم جدا لحضراتكم الآن وهو خبر خاص لبرنامج الترند طاقم تحكيم أسباني لمباراة الأهل وبيرامدز يوم الجمعة على أستاذ القاهرة الدولي الساعة التاسعة مساء بإذن الله طيب أكيد مباراة الأهل وبيرامدز لو بنتكلم على تفاصيلها وكواليسها كل المباراة الأخيرة سواء نهاية كاس مصر أمام بيرامدز اللي تلعب على أستاذ القاهرة مباراة الأهل وبيرامدز اللي تلعبت السوبر في الإمارات كل المباراة دي الحمد لله الأهلي منتصر فيها على بيرامدز الناس تسأل وتقول مين اللي عليه ضغط أكتر الفرقتين أكيد عاملين حساب بعض ولكن طبقاً للغة الأرقام وتبقاً لعرض المباراة المتبقية بيرامدز عليه ضغط أكتر ليه؟ أولاً نتائجه الفترة الأخيرة مع الأهلي مش في صالحه بيخسر خسر بطولات من الأهلي مش خسر مباراة ده خسر بطولات تتكلم في نهاية كاس ومباراة سوبر فعلى المستوى الرسمي كبطولات بيرامدز بيخسر من الأهلي بطولات على المستوى الفني في الملعب بيرامدز محتاج المكسب أكتر من الأهلي لأن بيرامدز آه عنده دلوقتي 68 نقطة والأهلي عنده 57 نقطة ولكن زي ما قلت لحضراتكم بيرامدز متبقيله 7 مباراة الأهلي متبقيله 11 مباراة فبالتالي انت هنا اللعبة مش في إيدك أو القرار مش في إيدك هتفضل مستني نتائج مباراة الأهلي لغاية ما يخلص كل مباراة الدوري فبالطبع أي فريق عايز يحسم الدوري مبكرا وما يستناش لفكرة لعبة الأرقام ولغة الأرقام ولعبة اللغاريتمات أكيد عايز يحسم في الملعب فمن هنا بيجي الضغط الفني والضغط النفسي على الفريق اللي عايز يكسب وياخد 3 نقاط سواء لما يلعب الأهلي يوم 12 أو لما يلعب الأهلي يوم 22 وبالتالي مطش يوم الجمعة هيكون مطش اللي أهدى في الأعصاب واللي أهدى في سير المباراة واللي هيقدر ياخد المباراة بشكل إيجابي جدا هو اللي هيقدر يحسم المباراة بشكل كويس جدا أتمنى بإذن الله يكون النادي الأهلي جاهز بشكل كويس جدا لهذه الموقعة اللي بالتأكيد بأن أتمنى يكون فيها اكتمال للصفوف لسه هنسأل ونشوف موقف بيرستاو موقف بعض اللعيبة ممكن يلعبه ولا لأ في لعيبة رياحة المباراة الأخيرة كولر أكيد هيدخلها في قايمة مباراة بيرامدز بعدما يتمرن النهاردة وبقرة فكل التفاصيل دي أكيد هنعرفها بقى في الأيام اللي جاية ولكن بأكد لحضراتكم بإذن الله نادي الأهلي يكون في أتم الجهزية لأخذ هذا اللقاء اللي بتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون فيه عدد جماهير لا يقل عن 30 ألف مشجع لمسندة الفريق في هذا اللقاء الهام جدا فاصل ثم نوصل بقم تحكيم أسباني لمباراة الأهل وبيرامدز وتكلمنا على لعبة الأرقام واللغريتمات والحسابات المعقدة ما بين مبارتين الأهل وبيرامدز يوم 12 و22 ومشوار المنافسة على الدورة هل تستمر حتى النهاية أم هالمباراتين هيكونوا حاسمين بشكل كبير جدا على شكل المنافسة طيب دلوقتي بالتأكيد محتاجين نطمن أكتر على الفريق هل الراحة الصلبية بالأمس كانت شيء مهم جدا وإيجابي للفريق لأن النهاردة وبقرة تدريبتين بس للفريق قبل الدخول في معسقر مغلق هل فيه لعيبة كانت غيبة بقالها فترة ممكن تلحق لقاء بيرامدز كولر بفقر إزاي في المرحلة الصعبة دي كل ده بيتأكيد أن أعرفه من خلال لازمنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وقبل 45 ديئة من انطلاق مراني الأهلي فاروق مسائل فل كل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالضبط يا محمد قبل 45 ديئة بالتحديد من انطلاق تدريب النادي الأهلي التدريب الأول استعدادا لمواجهة بيرامدز زمان تقولت يا محمد خلال عشر تيام عندك مواجهتين صعبين جدا سواء أمام فريق بيرامدز المباراة الأولى أو أيضا المباراة الثانية أمام فريق بيرامدز يتخللهم طبعا مباراة في الدورية ومباراة في كأس مصر أعتقد مرحلة صعبة جدا هي دي تقدر تقول أهم مرحلة في الموسم بالنسبة للنادي الأهلي طبعا مستر مارسل كولر كان منح لعبين رحى بالأمس بعد الفوز على فريق طلاق الجيش بهدفين مقابل لاشيء على استهاد القاهرة للدولي طبعا الفريق هيستانف تدريباته زمان تقولت بالتحديد بعد 45 ديئة يكون أول تدريب الأول للنادي الأهلي وغدا يكون تدريب أخير للنادي الأهلي والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق بيرامدز يكون طبعا زمان تقولت بطاقم تحكيم أسباني على استهاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة كل التوفيق لفريق للنادي الأهلي مباراة صعبة جدا لمحمد بظروفة بأحداثة لكن في العبت النادي الأهلي قادرة إن شاء الله نتحق الانتصار في هذه المباراة واستكمال المشوار نحو الحفاظ على الدرع الدولي طيب أول سؤال والناس كلها بتسأل وعايزة تطمن ممكن المباراة تشهد عودة وجه جديد بعد فترة من الغيابات بسبب الإصابات الناس هتسأل تقول بيرستاو بعض الأسماء اللي انت أكيد عارفها ولكن المتاح اللي ممكن نعلن من خلالك لو في معلومة رسمية إذا سألت الجهاز الفني أو الجهاز الطبي يعني خلينا نحسم لك هذا الأمر يا محمد أكيد لك طبعا جايزة بيرستاو لمواجهة فريق بيرامدز أصبح واحد من اللعيبة اللي خلاص نزدت اللامران الجماعي خاد تدريبين الماضيين في الأسبوع الحالي تدريبين طبعا مع الفريق تدريب قبل مباراة الفريق أمام طلاع الجيش ويعني خلال فترة الرحل اللي بيحصل عليها الفريق أو اللي بياخدها اللعيبة اللي طبعا بتشارك بيبقى فيه تدريب طبعا لمجموعة اللي ما كانتش أو المجموعة المستبعدين المجموعة اللي راجع من التأهيل أو من الإصابات بيرستاو خد منهم تدريب النهاردة طبعا هاخد التدريب بأكد لك جايزة وخلاص من الناحية الطبية من يعني زي ما صرحنا ده الدكتور أحمد جبال رئيس الجهاز الطبي للنادي الآلي النهاردة يكون موجود في التدريب ويشارك بصورة كاملة في التدريب للجماعي وغدا إن شاء الله يشارك أيضا في التدريب للجماعي ويكون جايز إن شاء الله مع فريق للنادي الآلي الأمر طبعا بيغضع لي الرؤية الفنية ومدى احتياج مستر مارسل كولر لبيرستاو في هذه المباراة لكن خلينا أحسم لك هذا الأمر جهزيته لم يتبقى سوى علي معلول اللي برضو محمد على هذا السياق وإحنا بنتكلم على اللعيبة المصابين خلينا أقول لك نتائج ومبشرة جدا يعني بنسب كبيرة جدا لعلي معلول تقدر علي معلول يعني تقدر طول موعد عودته يكون قبل المعادل المحدد استجابة علي معلول واستجابة العضلات والأوتار طبعا للبرنامج التأهيل من البداية محمد بتدي لك مؤشر إن العملية كانت تمت باحترافية على إيد واحد من أفضل دكاترة جراحة وطر أكيليس في جمهورية مصر العربية أعتقد يعني تقدر تقول علي معلول بالنتائج اللي ماشي عليها بالبرنامج التأهيل الموضوع عليه أعتقد يعني تقدر تقول إن شاء الله قبل الموعد اللي كان محدد من قبل علي معلول يكون جاهز إن شاء الله ويرجع عنصه من عناصر المهمة لكن خلينا بنتكلم في أرض الواقع بيرستاو خلاص جاهز ما عندكش أي لعيب مصاب نتمنى استكمال طبعا الموسم بدون أي إصابات طبعا أنت بتفتقد لثلاث عناصر طبعا من فريق للنادي الأهلي سواء أحمد نبيل لكوكا أو كريمي الدبيس أو حمز علاء السلاسي المنتخب الأولمبي نتمنى لهم طبعا التوفيق مع المنتخب الأولمبي والدور المهم دي جدا دايما للنادي الأهلي محمد في المنتخبات الوطنية تتكلم في المنتخب الأولمبي المنتخب الأول المنتخب الشباب المنتخب الناشئين نادي الأهلي هو أكثر نادي في الجمهورية مصر العربية بيدوم عناصر طبعا بيكون هم النواء الأساسية والحقيقة لمنتخب الناشئين أو منتخبات وأيضا يا محمد خلينا نقولك أن فيه منتخب 2008 ومنتخب 2009 كافة المنتخبات عناصر كتيرة جدا من لعبة للنادي الأهلي وهو دايما بنأكد عليه هو دور للنادي الأهلي بدون إصابات مستر مرسل كولر يكون في حيرة من أمره طبعا في اختيار اللعبة لأن كل اللعبة ما شاء الله عندك مجموعة من اللعبة عائدة قدة قوة وقدة أريحية المستر مرسل كولر بيلعب محمد هاني بيلعب عمر كمال بيلعب خالد عبفتاح في مركز الزهير للأيمن بنشوف كريم فؤاد في مركز الزهير للأيسر عندك مجموعة من الأجنحة مميزة حسين الشحات وطار محمد طير اللي واحد بين اللعبة محمد في الفترة الأخيرة أو في التدريب بيظهر بشكل مميز جدا رضا سليم عبدالقادر عودة بيرستاو وسام أبو علي أيضا كهرباء طبعا اللي كان شارك في تدريب وأعتقد كهرباء أيضا محمد النهاردة في تدريب الجماعي ويكون جاهز أيضا ويكون في قائمة النادي الأهلي لمواجهة فريق بيرامدز بإذن الله بإذن الله في أي حاجة تحب تختن بها كلامك يا فاروق لا أنا معاك يا محمد لو في أي استفسار أو أي التساؤل بس خليني أأكد لك على بعض الأمور المهمة جدا من مستر مارسل كولر مع اللعبين يعني خلال يعني خليني أتترك لذي النقطة خلال المباراة الأهلي وطلع الجيش ما بين شوطي اللقاء مستر مارسل كولر كان لي حديث شديد شوية مع اللعبين يتكلم قال لهم المرحلة الجاية مرحلة صعبة جدا ما بتكلمش على مباراة بيرامدز أنا بتكلم على الشوت التاني من مباراة طلع الجيش كان حديث من فترة طويلة ما شفناش مستر كولر كلم بازيش شدة مع اللعبين أيضا اللعيب الكبار في النادي الأهلي اتكلمت عايزين نحن ما عندلاش رفاهية إهدار أي نقطة فريق طبعا شفنا شكل مختلف تماما ومغير تماما في الشوت التاني الشوت الأول كان طبعا فيه مجموعة من الفرص المهدرة وده اللي مستر مارسل كولر بيأكد عليه دايما عايز أستغل الأنصاف الفرص الفرص المباراة اللي جاية هي مباراة الفرصة الواحدة التفاصيل البسيطة طبعا بعد مباراة طلع الجيش محمد المباراة التالية بيبدأ مع إطلاق صفر نهاية هذه المباراة ما هاري أو هيرالد جامبريلي المدرب العام مع مستر مارسل كولر بدأ من خلال يعني ونتواقف ملعب أستاذ القايرة بتحضر لمباراة بيرامدس مجموعة طبعا من اللعبين اللي شاركت على أجزاء من المران خادت تدريب كامل فيه ملعب أستاذ القايرة طبعا المستر مارسل كولر زي ما قلنا قد راحل اللعبين بالأمس النهاردة هيعقد محاضرة مع اللعبين طبعا بيتكلم طبعا على أهمية هذه المباراة مباراة بيرامدس وبيأكد ما عندناش أي رفاهية وعندي رسالة مهمة جدا أيضا محمد من مستر مارسل كولر لجماهير النادي الآلي مستر مارسل كولر بيقول رسالة مهمة للجماهير مش عايز الجماهير توصل للعبين إن فيه مطش سهل وفيه مطش صعب عايز عدد الجماهير زي ما نمتعود أشوف الجماهير بكسافة بيبقى ليه مفعول مهم جدا على جماهير النادي الآلي الجماهير ياريت الجماهير ما توصلش للعيبة إن فيه مطش سهل يبقى العدد الجماهير قليل ولاقه في المطش الثاني المطش الصعب عدد الجماهير كتير عايز يوصل لرسالة زي ما احنا بنطالب اللعبة إنها تقدي بمستوى ثابت في كل المباريات بطالب الجماهير إنها تكون موجودة مع النادي الآلي في كل المباريات أعتقد يا محمد رسالة مهمة جدا من مستر مارسل كولر عارف الدور المهم جدا لجمهور النادي الآلي عارف الدور اللي بيلعبه دايما الجمهور فقوات كتير جدا من المباراة لذلك بيأكد على حضور الجماهير وضرورة وجود الجماهير في المباراة القادمة وأعتقد الجمهور إن شاء الله يلب النداء ويكون موجود في ملعب استاد القيارة لمواجهة فريق بيرامدز وتبقى مباراة مهمة سواء بحضور الجمهور سواء بشخصية لعبة النادي الآلي والجهاز الفني والنادي الآلي حق انتصار في هذه المباراة ويستكمل مشواره نحو الحفاظ على درع الدوري بإذن الله بإذن الله زي منا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من مقر النادي الآلي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضافات بشأن استعداد الأهلي وكواليس الفريق قبل خود لقاء بيرامدز يوم الجمع طيب إحنا كنا معكم بالزبط كده في بداية الحلقة من حوالي 10 ديار ربع ساعة نحن لكم معنا خبر خاص وانفراد لبرنامج التريند تعيين طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي والبيرامدز وقالت لكم على مدار الحالة أول ما يتم الوصول لأسماء الحكام هنقل لحضراتكم حكام مباراة هذا اللقاء الهام جدا منذ قليل من حوالي بالزبط ديئتين ثلاثة الاتحاد المصري أعلن عبر صفحته الرسمية بالفعل عن تعيين طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي والبيرامدز طاقم التحكيم بيتكون من حكم مساحة خفير رخص هو الحكم الأسباني اللي عنده 33 سنة هيدير هذا اللقاء مساعد أول الفريتو ميرينو المساعد الثاني خورخي ماتيو الحكم الرابع فيكتور جارسيا وعلى تقنية الفار حكم الفار يسيدرو دياس ديميرا والحكم الفار الثاني المساعد ماتيو فيريرا إذن زي ما انتم شايفين على الشاشة ده تأكيدا لخبر برنامج التريند اللي النهاردة بدأنا به الحلقة بالفعل طاقم تحكيم إسباني لهذا اللقاء وضعكم على الشاشة صورة حكم هذا اللقاء رخص هو اللي هيدير مباراة الأهلي والبيرامدز زي ما قلت لحضراتكم طبعا لما أول ما قلت في البرنامج طاقم تحكيم إسباني جات لرسائل مفيش في ثواني هل ممكن يكون نفس حكام مباراة القمة اللي ما تلعبتش قلت لكم لا مش نفس طاقم التحكيم وبالفعل خلاص قدامنا على الشاشة حكم هذا اللقاء بنتمنى له بالتأكيد التوفيق وإن شاء الله بإذن الله نشوف مباراة فنيا وتحكيميا وجماهريا على أعلى مستوى خاصة المباراة يكون بإذن الله إن شاء الله فيها حضور جماهيري كبير جدا من جماهير النادي الأهلي لسه الأخبار ولسه الكواليس ولسه الانفرضات ولكن بعد الفصل المنتخب الأولمبي اللي بالتأكيد الشغل الشاغل دلوقتي في الوسط الرياضي وهو منتخب بالتأكيد بيستعد لحدث مهم جدا دورة الألعاب الأولمبية في باريس وأول مباراة لمنتخبنا يوم 24 سبع نحن نتكلم بالزبط باقي 14 يوم اسبوعين على المشاركة الرسمية لمنتخبنا في الدورة الأولمبية في باريس طبعا فيه كلام كتير ودوشة كتير فيه دوشة مصطنعة وفيه دوشة نتيجة أخطاء حصلت في الدقيق أو الساعات الأخيرة من خلال متابعتنا لآخر تطورات واستعدادات منتخبنا عفوا للسفر إلى باريس الأزمة المصطنعة وهي متعلقة أن طلع بيان من بيراميدز عايز إبراهيم عادل فرد الاتحاد قال له إبراهيم عادل جاي مصاب وفي فترة تأهيل وموجود مع المنتخب والجهاز الطبي هيتواصل مع الجهاز الطبي لبيراميدز والموضوع يتقفل دي الأزمة المصطنعة والقصة خلصت وإحنا مركزين أكتر في ماتش الأهل وبيراميدز التفاصيل دي ما بنقفش قدامها كتير ولكن بإن الاتحاد أعلن على صفحة الموقف الرسمي فهنقوله النهاردة أن الاتحاد جاله خطاب وطلب من بيراميدز للاستعانة بإبراهيم عادل عشان مطش يوم الجمعة مع النادي الأهل لما الاتحاد سأل الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب قاله اللاعب مصاب واللاعب فضل أنه يكون موجود مع المنتخب عشان يتابع حالته الصحية والفنية وبعد التنصيق مع الجهاز الطبي للنادي للإتمانان عليه تقرر استمرار اللاعب فالقصة خلصانة من قبل ما تبدأ ده رقم واحد رقم اتنين ما بين الأزمة المصطنعة والأزمة اللي بجد عايز أقول بس خبر كده في النص يكون خبر إيجابي وإحنا بنعلنه من خلال برنامج التريند وإحنا كنا سعالنا فيه مدير المنتخب الكابتن محمود حرب ولكن بنأكد عليه النهاردة لأنه فيه ناس كتيرة لسه بتسأل هو مين اللي هيحمل شارط قيارة المنتخب في باريس كابتن محمد النني هو هيكون كابتن منتخبنا الأولمبي في الألعاب الأولمبية في باريس ده خبر مؤكد ورسمي وكلام تم الاتفاق عليه وأعلنه هنا قبل كده مدير منتخبنا الأولمبي الكابتن محمود حرب ولكن بنأكد تاني وده خبر مهم لبرنامج التريند ولكل السادة المشاهدين أن محمد النني هو اللي هيحمل شارط قيادة منتخبنا الأولمبي في باريس طيب تعالى بقى للأزمة التانية النهاردة المفروض كان معاد سفر منتخبنا الأولمبي إلى بردو عام المعاصقر إعداد من يوم عشرة ليوم 24 هيلعب مباراتين مع العراق ومع أوكرانيا واتقال المباراة يوم 14 ويوم 17 كويس جدا معاصقر إعداد جيد جدا هتلعب مع أوكرانيا لأنه معاك أسبانيا هتلعب مع العراق لأن العراق بتنتمي لقارة أسيا فهتلعب مع أسباكستان إحدى المدارس اللي موجودة في قارة أسيا ده استعداد فن كويس جدا ولكن على الجانب الإداري حصلت أزمة النهاردة فين المنتخب قالك ما سافرش إزاي ما سافرش قالك ده هيتمرن النهاردة بالليل طب هو مش المفروض السفر النهاردة قالك فيه مشكلة بصوا بقى تسلسل الأحداث جزاي الأول قالك أصل فيه مشكلة فيه مسألة الأيدهات الخاصة بالمنتخب هي المشكلة مش في الطيارة كلام اللي اتقال ده من الصح على فكرة لأ خلينا نتكلم بس بدقة ونقول التفاصيل اللي حصلت بجد اتقال أصل المشكلة في الأيدهات وأن الأكريديشن المفروض ياخد المنتخب عشان يسافر باريس لسه مش جاهز لكل أفراد البعثة وتقال كمان أن فيه مستندات وبعض الأوراق لسه ما جاتش من السفارة الفرنسية عبر اللجنة الأولمبية الدولية زي الأكريديشن المنتخبصيل دي عشان البعثة تسافر النهاردة لما تاخد الكلام كده وتسمعوا الكلام غريب شوية ليه؟ أي دورة أولمبية أو أي بطولة بتغضع لتعليمات ولوايح الفيفا بتبقى فيه فترة معينة من الفترة دي أنت بتبقى على زمة الاتحاد الدولي أو على زمة اللجنة الأولمبية الدولية مثلا يعني بطولة هتبدأ 24 أنت لازم تكون موجود في باريس يوم 18 ليه؟ لأن أنت من يوم 18 أنت الإقامة والتنقلات وكل المصاريف وكل التفاصيل هتكون ملزمة من الدولة المنظمة مع اللجنة الأولمبية الدولية فأنت كده 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 مسافر رايح فرنسا وهتلعب في فرنسا فأنت لازم تكون موجود من يوم 18 من يوم 18 تقدر تخش فرنسا أو تدخل فرنسا بالأكريديشن اللي هو الاعتماد من لجنة الأولمبية الدولية والاعتماد من السلطات الفرنسية حتى إحنا كإعلاميين بيحصل معنا ده في بعض البطولات على فكرة يقولك البطولة هتبدأ يوم كذا دخولك إلى الدولة بالتأشيرة دي هتبدأ من يوم كذا الاتحاد الدولي ساعد بيسهل الإعلاميين التأشيرات فبيبعات له تأشيرة تبقى للأبروف اللي بيجيلك على تخطيط البطولة فلما بيجيلك التأشيرة أنت بتسافر من يوم مثلا 18 عايز أنت تسافر قبل 18 بتروح للسفارة تجيب تأشيرة تغطي الفترة اللي هتقعد فيها في فرنسا قبل ما تبدأ الفترة الثانية طيب النهاردة الاتحاد لما حاب يرد قالك إيه بعسة المنتخب الأولمبي أنهت إجراءاتها الخاصة باستخراج تأشيرات السفر إلى مدينة بردو طب تمام يعني أنت خلصت الإجراءات وشايفين طبعا المكتوب هو على الشاشة ده على صفحة الاتحاد مع اللجنة الأولمبية طبقا لإجراءات السفارة الفرنسية واللجنة المنظمة لدورة العاب الأولمبية مع كامل احترام للجملة دي ملهاش علاقة بالمعسكر اللي أنت مسافر الكلام ده لو أنت مسافر يوم 18 وتقال لك ما يفعش تسافر هنا الكلام ده يبقى ليه معنى فعلا وقال لك أن البعسة حجز الطيارة خاصة وخلاص تم تأكيد الحجز وسدادة التكاليف بعد استلام التأشيرات إلا أنا سامعه ده لا كده أنت ماخدش التأشيرات بدليل أن النهاردة هو الساعة 8.30 بالليل في تدريب في ملعب الدفاع الجوي وأن في معسكر مستمر في مصر اللي لسه إجراءاتك ما انتهتش أو لم تتم بشكل نهائي إذن إحنا أمام مشكلة إدارية كارثية في مجلس إدارة اتحاد القرى برئاسة الأستاذ جمال علام أنا بصراحة زهقت وجبت آخري يعني على مدار سنتين ثلاثة مفيش حاجة إيجابية واحدة شفناها في الاتحاد ده قلناها سبوكم من نتائج يعني أنت ممكن على المستوى الإدارة تكون عامل شغلك على أفضل ما يكون ولكن النتائج مش في صلحك مش موفق ولكن هتيجي من النتائج إيجابية وإنت عندك كل هذا العك وأنتوا يا جماعة مش واغدين بالكو إن أنتم سافرين دورة أولمبية ففي فترة معينة مسموح لك إنك تسافر بيها بالأكريديشن عادي بالأي دي عادي ما فيش مشكلة ولكن لو هتسافر قبلها لازم تخلص إجراءاتك مع السفارة الفرنسية لازم تسافر بتأشيرة موجودة على الباسبور ده لو ما تعملش يبقى إحنا كده جايين نهزر يعني المشاكل في المسابقات في الحكام في شؤون اللاعبين كل حاجة غلط اختيارات الأجهزة الفنية مجاملات في كافة القطعات آخر مجاملة كنت بتكلم فيها مبارح ولسه وقتها جاي في موضوع تعيين إبراهيم نور الدين يعني أنا مش قادر أتخيل إحنا وصلنا لمرحلة لما عايزين نحط حد في لجنة الحكام يطور ويبقى مدير فني جايبين واحد ممكن يبقى لسه بيحكم وآخر سنة ويعتزل ده عادي أنا مش بتكلم على دي ردوان جايد لسه متعين في المغرب فيكتور جوميزي تعين في جنوب إفريقيا بس دول حكام راحوا كسعالم عندهم خبرات الناس لما تقعد مع الحكام الدولي تدي محاضرات الناس تسمع لهم ده مثال من ضمن الأمثلة ولكن وصلت لمرحلة اللي احنا عايزين نسافر فرنسا بالأكريديشن قبل معاد البطولة بـ 14 يوم هو أنت مش اللايحة جايلك أن انت في توقيت معين بتسافر عشان تدخل نطاق البطولة من يوم كذا هتسافر قبلها اعمل إجراءاتك انت يعني هتسافر قبلها اعمل إجراءاتك انت أنا مش عايز أتكلم على مين كمان كان بيتخانع على رئاسة البعسة المفهود المشرفة مع المنتخب الأولمبي اللي كان استقال ورجع في استقالته كابتن محمد براكات فجأة بقاله أستاذ جمال علامة ورئيس البعسة أستاذ جمال علامة ورئيس بعسة المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب الناشئين ومنتخب الشباب والكونجرس بتاع الكاف وكونجرس الفيفا كل السفريات الرجل هو رئيس البعسة وفي التدريبات الرجل موجود بشكل دوري على طول موجود بشكل دوري وكل عضاء المجلس موجودين ولكن يا جماعة أنت عندكم مشكلة هو المفروض نسأل كده وإحنا عاديين كابتن بركات ما تسأل كده محمود حرب ما شوف القرار الوزاري نقيسكو حاجة أنا لما كنت مسافر مع الأهل قبل كده كنت دايماً أول كلمة بسمحها من رئيس البعثة أياً كان من عضو مجلس دارة رئيس البعثة أول حاجة بيقولها لما بيقابل الجهاز الفني والإداري قبل السفر بيوم والاتنين في التدريب نقيسكو حاجة محتاجين حاجة إجراءاتكو تمام التأشيرات تمام الأكل والشرب والحاجة كلها تمام ده ألف به ولكن احنا راحين التدريب عشان نتصور ونقعد كده ونقعد كده ونعمل كده ونشرب الشاي ونتفرج على اللعيبة وناخد الصورة ويجي معالي الوزير يسلم ونقول الكلمتين ونتصور ونزل الصورة على صفحة الاتحاد طب فين بقى الشغل؟ مفيش شغل فين بقى المعسكر؟ مفيش معسكر كده احنا جايين نهزر بقى يعني أنا نفسي أفهم هي الانتخابات باقي عليها دي احنا في شهر الكيام سبعة لسه عنستنى كمال شهر يناير ممكن يعني أتمنى أتمنى يبقى فيه مسؤول بيسمعني دلوقتي الدورة الأولمبية في باريس تخلص وتاني يوم يتم الدعوة لانتخابات غيروا اللايحة ما تغيروش اللايحة بجد احنا زهقنا يعني أتمنى أتمنى يكون فيه قرار بقى في الساعات اللي جاية نخلص من الهرجلة اللي بتحصل دي كفاية كفاية مشاكل في كل حاجة مشاكل في كل أنا لغاية اللحظة دي على مدار ثلاث سنين مش شايف واحد قاعد على كرسي في الاتحاد ولا في الربطة ولا في المسابقات جدير بالمكان اللي قاعد فيه والله العظيم مش شايف واحد أنا مش شايف حاجة إيجابية أقولها غير الناس بتتصور وبتفكر إزاي تعمل اللقطة وبتفكر إزاي تقدم حاجة كده لنفسها لكن للبلد لأ للمنتخبات لأ تطوير مش موجود إنجازات مفيش 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 أي حاجة خالص ده حتى مشروع الهدف اللي بقى أنه ستين سنة بنحضر فيه لا المنتخبات بتتمرن فيه ولا حد بيقعد فيه والغاية دلوقتي مش عارفين المشروع ده إيه ظروفه وتعمل افتتاح رسمي وجبنا رئيس الاتحاد الدولي وكله تصور ومش عارفين إيه وضع الواحد زهق وتعب من كتر الكلام في المشاكل اللي موجودة حتى المنتخب اللي قللين بآخر حاجة للمجلس ده شايفين النهاردة اللي حصل مش عارفين يسافروا عشان عايزين يروحوا باريس بالاي دي يخشوا دولة أوروبية بالاي دي قبل معايد البطولة بحوالي 14 يوم انت عامل معسكر نظم إجراءات المعسكر طب هل كده لو مش هدير تسافر برضو جماعة التأشيرات في أوروبا لازم قبلها فترة قلونا قلونا لو إحنا كلامنا غلط انتوا قدمتوا على التأشيرة إمتوا مش فيه تاريخ لتأديم التأشيرة تأشيرة الاتحاد الأوروبي دي لها مواعيد وليها إجراءات قلونا قدمتوا إمتا قلونا انتوا كلامكم غلط عرفونا انتوا عملتوا إيه حسسونا كده وعرفونا اللي غلط مش عند الاتحاد عند جهات أخرى ما عندناش مشكلة بس اللي قال النهاردة ده يؤكد لا إن المشكلة جوة الاتحاد المشكلة لأن انت مش هتقول معادل معسكر ومش هتحدد معادل صفر إلا ما يكون مستلم كل حاجة لكن طالما فيه حاجات متأخرة يبقى أنت إجراءاتك ما كانتش مزبوطة وتبقى كارسة بجد لو أنت مسافر فرنسا بالأيدي ودون تأشيرة على أساس أنك عنك دورة يوم 24 سبعة والنهاردة لسه 10 سبعة حاجة أخيرة قبل ما أطلع فاصل مبارح كنا الحمد لله كلمنا على قرعة دور الأبطال والكونفيدرالية وأن الحضراتكم أن يوم الخميس الساعة 2 الضهر هتتعمل قرعة مسابقات الأندية للمسم الجديد 2024 و2025 النهاردة كده ومن حوالي ساعة وتأكيدا للخبر اللي كنا أعلننا عنه بالأمس الاتحاد الإفريقي يعلن أن غدا الخميس سيتم بإجراء مراسم قرعة دور الأبطال والكونفيدرالية بس طبعا إحنا قلنا الساعة 2 لكنها تبقى الساعة 3 معلش علينا أحنا الساعة دي فالقرعة بكرة هتكون الساعة 3 بتوقيت القاهرة برضو تأكيدا اللي نحن قلناه في تفاصيل الخبر قال لك 59 نادي بيشاركوا في دور الأبطال وده احنا كنا قلناه مبارح وبالتالي تم إعفاء خمس أندية فقط من الدور التمهيدي الأول الأهلي والترجي وماموليدي سانداونز ومازينبي وبترو أتلوتكو دي لواندا الأنجولي دور اللي تم إعفاءهم وبالتالي فيه 54 نادي هيلعبوا الدور التمهيدي الأول عشان يتأهل 27 نادي تضيف على يوم الخمسة نبدأ بقى دور الـ 32 اللي هو الدور التمهيدي التاني براميدز هيلعب دور التمهيدي أول وعنده مباريات في شهر 8 وقبل يوم 27 الجاري لازم يقدم القيمة الإفريقية رغم أن القيد المحلي مغلق في مصر وبالتالي وارد جدا بعد ما يتم إعلان الموعيد بكرة والقرع بكرة ونعرف مين هيقابل مين الاتحاد والربطة يعلنوا تأجيل نهاية الدوري لموعد آخر بدلا من المعاد اللي كان متفق عليه يوم 18-8 هل ممكن يستنى يشوفه ماتش الأهل وبراميدز الـ 2-12-22 هيصفر عن إيه فياخدوا قرار فيما بعد ده اللي هنشوفه في الساعات اللي جاية ولكن تأكيداً اللي احنا قلناه الحمد لله القرع بكرة بكافة التفاصيل اللي احنا شرحناها امبارا برضو حاجة أخيرة ربطة الأندية كانت بعت الخطاب لأستاذ القاهرة بالطالب بس تأجيل غلق الملعب لفترة معينة لغاية نهاية الدور لأن الأستاذ كان بعت للربطة خطاب وقال له أنا عايز بس يعني إيه أخد الملعب سيانة من 26-7 لـ 8-8 ولكن الرابطة النهاردة من الخطاب اللي قدامنا على الشاشة هودة الخطاب ده مبعوط مبارح 9-7 مبعوط من الرابطة للهائة العامة لأستاذ القاهرة الدولي بلقوا لهم بس يعني نصبروا عنها لغاية 18-8 نخلص الدوري وبعا كده إفلوا الملعب زي ما انتم عايزين عموما هنشوف اللي يحصل للفترة الجاية ومباراة الآل وبرامة زي كتا كده إن شاء الله يوم الجمعة على أستاذ القاهرة دي كانت أبرز الموضوعات اللي معانا النهاردة وزي ما وعدتكم تفاصيل وكواليس وأخبار مهمة جدا في حلقة ختام الأسبوع نخرج إلى فاصل وقت الحلقة بيجري بسرعة ولكن على حول اللد ما نقدر نشوف اللي الكتب في السوشيال ميديا على النادي الآلي من خلال آخر أخبار البداية من حساب المصري اليوم على الفيسبوك ونقل تصرحات لحسام الزناتي مدير إدارة المسابقات السابق واللي رد فيها على سؤال مهم جدا هل كنت بتجامل الأهلي أو بتعمل ترتيب المباراة حسب طلب النادي الأهلي قالك خلال فترة تواجدية على رأس لجنة المسابقات الأهلي لم يطلب مني أي ترتيب لمباراةه في جدول الدوري طبعا كان فيه مسؤولين في الزمان والأهلي بيكلموني يقولوا لي الدنيا كانت بتمشي بشكل ما وبعض التعديلات لكن المستحيل ده كان يحصل معاه هو كان بيسمع ده قبل كده لكن لما تولى المسؤولية ملقاش حد في الآلي بيكلم ويقوله عمل لي كذا وما تعمل ليش كذا كورا بلس بيقوله مصدر يكشف لكورا بلس اقتراب بيرسي تاو من التواجد في قائمة الآلي في مباراة بيرامدس لسه قدامنا 48 ساعة ربنا يا ساهل ونشوف المستوى النهائي الوطن الرياضي قرار استثنائي من رئيس الآلي تجاه الشناوي بعد عرض الستة مليون دولار بيقوله ان في عرض للشناوي من احد الاندية السعودية ولكن ممكن يكون فيه جلسة خلال ساعات ما بين والآلي دخل على مطش بيرامدس شوف الاخبر بس توقيته ما بين الكابتن محمود الخطيب مع محمد الشناوي عشان الاتفاق على تمديد التعاقد والشناوي يكمل في الآلي وبالتالي يتنازل عن فكرة الرحيل الى الدوري السعودي ولكن حسب منشور النهاردة في الوطن ان الكابتن محمود الخطيب تقديرا للشناوي لو شاف ان العرض مناسب لي والشناوي عايز ياخد تجربة احتراف في مرحلة زي دي النادي الاهلي لن يمانع وانا بقول لحضراتكم كلام ده لسه بدر عليه الناس هتقول لي مهل قد في السعودية هيقفل في تمانية والدورة هيخلص في تمانية فلازم يتخذ فيه قرار دلوقتي اصبروا واكيد في كل وقت هتسمعوا او في الوقت اللي جاي هتسمعوا الخبر السليم والمزبوط بس وقت ما يكون النادي الاهلي فيه معلومة مؤكدة ورسمية هيتم الاعلام عنها يلا كورا قالوا ان الصفقة تقترب فيه عرض من الشمال نادي الشمال القطري لضم قندوسي العرض بيتضمن شراء اللاعب وكان في البداية بمليون ونص مليون دولار ولكن الاهلي رفض قيمة العرض وبالتالي نادي الشمال القطري زود الرقم لاثنين واثنين من عشر مليون دولار تعالوا بصي كمان العرض التانية قال لك كورا بيتجي للموافقة على رحيل محمود متولي من الاهلي في نهاية الموسم وحالة واحدة لاستمراره مع الفريق يعني كمان قالوا محمود متولي ممكن يمشي وحالة واحدة لاستمراره مع الفريق في حال استمراره او فيه صفقات جديدة لو جت للاهلي طيب الوطن الرياضي برضو في مسألة الصفقات والرحيل والعبة اللي هتبقى موجودة اجنبي جديد على بواب الخروج من الاهلي والكلام هنا على قلي وديانج ان فيه عرض من السعودية ومن الامارات اعارة وعلى مستوى البيع النهائي اخر حاجة وبيقول لك كمان ان كريستو وديانج عندهم عروض ستمائة الف دولار لرحيل ديانج ومتيل الف دولار لرحيل كريستو العرض من الخلود السعودي وكمان الرجاء المغربي عايز اللعبة كلام كتير في موضوع الصفقات واسماع اللعبة بس انا قلت استعرض بسرعة كل الاخبار اللي اتقالت ولكن الاجابة واحدة لسه بدري على اتخاذ قرار في الموضوع ده الا لو الاهلي حسم ماتش الاهلي والبيرامدز يوم 12 و22 وهتها هيكون فيه قرارات ومواقف اكيد اطولا بشكل رسم طيب طرحنا سؤال في بداية الحلقة من اللعب اللي تتوقع تقلقه في مباراة الاهلي والبيرامدز ومين ممكن يسجل يعني وتوقعتك للنتيجة سامح بيقول اتوقع الثلاثي وسام وامام وعبد المنع وان شاء الله لعب الاهلي يكونوا موفقين ومتعلقين ونحسم اهم ثلاث نقاط في المسلم والاهم او اتوقع فوز الاهلي اتنين واحد وسام وامام يسجله هو ده انا خيارات عديدة بصراحة احمد بيقول مساء الخير اتوقع تقلق المقاتل اكرم توفيق هيكون نقطة تحول في فوز الاهلي والنتيجة ان شاء الله ثلاثة واحد اخر حاجة معايا خميس بيقول ان شاء الله حسيني الشحات هو اللي هيبقى نجم المباراة ويسجل كمان ويكون الفوز للاهلي باذن الله يعني على قد ما قدرت كده اخط يعني استعرضت كده عينات سريعة من تعليقات الجماهير على سؤال حلقة النهاردة ولكن كالعادة وقت الحلقة بيجري بصرعة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة والى اللقاء الاسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج التريند